هذا هو جاوب من تكونين جاوب شعروا ، دعودي تنزلوا للميدان تصبقوا طفلات وأيضاً المعزان تصبقو القزول المعزان والجيردان كل شواتي تصبقهم أخوتي يقول لك أن اليوم جيت محطة بيض لا أريد أن نحايره لا أريد أن نحايره لا أريد أن نرى فيديو مستفذ وفيديو هناك حقرة كبيرة اليوم أريد أن نهضر مع يوسرا بعد أن تصنط له الجزء من الفيديو تصنط له وعجبني وعجبني بالصراحة هذا هو عين الصواب هذا هو عين الصواب الكلام المعقول بنادم كلنا العيب سهل بنادم العيب سهل ولكن أخوتي من تكون يعني بنادم منك فيك يعني جنابك عائلتك إنسابك ناسك فهمتوا أعمامك خوالك قد ما ألقى بنادمي قد ما ألقى بنادمي يدوز العيب بجغمد الماء يدوز بالأخص يكتماسكنا معهم ما معاشتنا معهم ما جامعكم بهم ورث فهمتوا؟ يعني بنادم يتلاقي خفاف كلمات السلام السلام يدحك في وجه أخوتي فهمتوا؟ أنا ضد الفكر المنافق يدحك في وجهك أخوتي يدحك في وجهك كلمات ذوي يدحك سنطلق بهم يدحك أخوتي سنطلق بهم سنطلق بنا ونسبق لي لم يصبح مهمة مسمومة ويجعلهم في قلبي أنا أفضل أن أنا نافقني وسبحان الله يكون باهن ينافقك بنادم في وجهك يجب أن يجب العيب و يخسر الظرفينته و يجرح سهلة 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 كل واحد عده فمه و كل واحد أعطى الله باش يضرب و لكننا لدينا عيب و كانت أصدقائكم و خفيفة ضريفة و بعيدة و متلق و لم أعلم كيف أكبرتها فيديوهات القدم و كانت العلاقة بلوبنا و يسرة و لم أكن لدينا التعليق بشكل خطر لكننا يشتراها نفسها. فهنا يشتراها تصحيها و تعطيها و تعطيها و تعطيتها و قد اتتفعلها و امتها و اكتبتها و فعليها و لا تترى بوكريشا اعطيت وفعلت لي ودرت ليهم ويقرش فيهم الخير ابناتها وكلتهم وشربتهم ربهم الفخاض ربهم تراثر ما يقرش فيهم الخير والديها كذلك تمنع عليهم واذا فهمتم ؟ يعني هذه المشكلة راكين فيك يوصر وانتي ما حساش ردي البال رب استفت الحواج كتدريهم اللي هم اللي كنت تشكي منهم هم كينين في مك هم اللي كانوا يضروك وكاديوك وما يعجبك الحال بهم وعندما يمنع عليك ويدلاك وديما أنت هذا الشيء الذي يديرهم معلوبنا إلا تصرفتي معها في وحد الوقت كنت تصرفي معها مزيان وذلك الشيء حتى انتي كنت عندك حاجة تكدب انتي تقولي هادرة ولكن انتي لا تشوفي رأسك انك كنت باغت بين الناس كنت تشوفي راني مزيانة سوف أملي في هذه المشكلة سوف انا شوفي راني مزيانة وهذا الشيء الذي يدير في أميك معها و لم أقدر تنجح حتى انتي لم تنجحتي معلوبنا لم أقدر تطولي لم أقدر تنجح معها في الزربة كنت تخزي بطبيعة و مستطلع أصبح رغبا و خرجت البنت تطلب وترغب و خرجت البنت تقولي يا حياتي بنياديك حيث تضمرها حيث الناس تتعلمينها حيث الناس دغيروا في أجهما و هذه المشكلة هي عندك وصورة كنت عندك السعبة غمار تبك أتضربي بهمك سبحان الله حتى تعرفي على أن هذه ناس العقلية لديكم جوج أتضربي بهمك تبيني الناس على انك مزيانة على انك اذا يعمرها ضار ترى مرتبك تتعامل معها تشتري ليها لكاتو تطلعي فيها تدير ريستورات يعني تطلعي فيها وانتي دكشيرة تدرى بهمك وفي نفس الوقت تطلعي بها فيديوهات تطلعي بها فيديوهات فهمتي؟ انا يجب تراجع عراسك بثاف يجب تراجع عراسك بثاف لانك انت مؤخرا كنت مستفي الزب من الرمضان لدابة تطلعي في مرتبك وتتشوي في عراسك بثافة ورغم ذلك تراجع عراسك بثافة انا نرى متتبعين واصحاب قناوات انا لم نأخذوه غير هذا الشيء التي تخرجوا التي تخرجوا على فمكم لكي تقولون انتم لم تراجعها هي ضربة في عراسك انت اللي حكيت على الضبرة مزيان انت اللي تعانتها مرتبك تخرجتها تقول عليك ذلك الكلام تتدفع على رأسك بثافة انت لم تقلت فيها قليل انت لم تقلت نهائيا ولم تراجعك فهذا اللي سأقول لك لان شو في خود العبرة شو في الكومنتر شو في الكومنتر اللي كانوا عندك واللي كانوا عند أمتك كيف يتفرجوا في الاخر ما سيقولون لك سيقولون لك ما سيقولون لك شاهدت أولاد الشحيبر كيف يتطلعوا كيف يتطلعوا النيفو كيف يتطلعوا النيفو كيف يتطحنك وانتي تطحنيها خرجي انت بفيديو وهي تخرج بطحن هو مخدامي نحن نقع القناوات سننطلعوا الفيديوات سننظر معك بصراحة سننظر معك بصراحة سننطلع القناوات الكبار ستدخل فلوس صحيحة ولكن الشوها عندما تبقى لما تبقى الشوها العائلة من تبقى عائلتكم انتوما وصمعتكم تتوصخ في اليوتيوب تخرجوا تضربوا في بعضياتكم لن يخطفوا الى تريكة كيف يضربوا في بعضياتهم وكياكلوا الحم بالأدسنس كيف يضربوا في شرافهم وعراضهم رسميتكم بالأخس انت درتي واحد الرجل تقول انت تمشي غير في الرجلين انت النيفورية تطالعوا عندك روتينات لا 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 نشوفوا الى هدر العكس انت وشوفوا القناوات وشوفوا الكومنتر وشوفوا كيف بنادم كيلوح الفاخر كي تشعل بيناتكم لماذا؟ كأنه بصدر مهم هنا تجعلوا كلام الذي قاله القناوات غير كذوب وغير وفكري بيناتكم وشوفوا كيف يحدث حتى تقلد فهمتوا؟ هذه وجهة الناظر ونجعلها تفكر اذا سمعت هذا الفيديو فكري مزيان وشوف شكل اللي باقي العلاقة يلو وطا يدوم مزيانة مع القنوات اللي قلب وجبهم شوفي اشكون وشلوبنا اللي باعتهم وصدت عليهم الباب صدت عليهم الباب وفضلاتكم ولا القنوات اللي باقي انكيشكروا فيهم وباقي انكي يقولوا الله يعمرها دار يقولوا الله يعمرها دار ما يوصل على ان امك عمتك رجله قمار وكلام كامل شوفي فكرة مزيان ممكن أن يكون ديرها دار الشلوى باقي بعيدا باقي بيناتكم وانت أصلا قلبك طيب مرتيفا وعطيتي ودنيك التابعوين على المحرش أعطيتني أنك مزيان لخالتك عمروك و أعطيتني أنك مزيان لباغي فيكم الخدمة و أنتوما كتشدوا مع بعضياتكم التعطى و القناوات خدامي قناوات اللي انتقاد يتمتعوا و يخدموا و يطلعوا الهاتسنس بهذا الصراحة سنقولوها يعني لاجبكم الحال خدموا و أختيتنا نخدموا معاكم و لكن لا أعجبني علاقة تخسروا تقدرني خاطرين و لا أعطيتني خاطرين لم أكن أردت أن تكون مقلقة مع أمه و توقع بيناتهم و المرة الثانية تخسر لوبنا و أنا شوفي قصما بي الله يلا بصملك بيد العشرة إلى أنت اللي خسرتها أنت كتقولي أنا خسرتك و أنت خسرتها و أنت ما حاساش مرتباك و لوبنا شو هذا الشي اللي كتقولي كتعارني و كتديرني رعادي بنادم غير تحكين خلاحة ديدان اللي حاك نحاسي نوريه باسي كنت كتعنيها بشي حواج و كتفق صهار عادي لأن بنادم تهوي خرج منه العيب تهوي خرج منه العيب ولكن كي ينعيب و كي يلعيب كي يلعيب لكي يكون بيناتكم و استدهاركم و مستور و كي يلعيب لكي يخرج للقناوات هنا ما كيبقاش هنا كي يولي فضايحة و شوها و ضريب الطرر فكنتمنى الله انك تعاودي حساباتك و تشوفي ان بزاف التصرفات اللي كتديري هم انتي نفس التصرفات ديال امك و راكي نفس العقلية ديال امك اللي ما كانت كتعجبك بتصرفاتها محدك تزيد و انتي كتديري نفس التصرفات ديالها نفس التصرفات فاني يا حاجة الوحيدة اللي غنقولك هو اردي البال شوفي لي كومنتر و شوفي التحرير كيفاش دير شوفي القناوات ديالولاد شحيبر و التحرير كيفاش دير لا تحقري علمك مرتب بكسكتاتك ضمطاتك دارتلك فعلاتك تركاتلك باش يشعلوها والصالح من الصالح القناوات لانهم يخدموا بكم ما عندهمش مشكلة هما تولعوا مع بعض خلاو المصريين تشعل فيكم العافي انتوما اللي بغى يدخل الحبس اللي بغى يموت اللي بغى يعيش اللي بغى يتفقص اللي بغى ينتاحر ما عندهمش هما مشكلة مهمة والخدمة يخدموا بكم هما يخدموا بكم وهذا الشي اللي ينجحوا فيه و دخلوا الوسواس لخل الناس ما بينكم بابيت بقى مرتباك اللي كيف ممكن الحال كانت ديما كتحاول تهرب على العيب معاكم كانت كتحاول تهرب على العيب معاكم و رغم ذلك شي اللي كنتو كتديروا ليه و انا ما عمري ما اتنسى لي هذك الصلح اللي جيتوا تصالحوها وهي في الكوزينة و دخلتوا عليها ذك الدموع و ذك البكية اللي بكات هذه الحقرة هذك اطرت فيها بزاف اطرت فيها بزاف يعني ديال الحقرة و ديال الخدلان و ديال الغبينة جميع الاشياء مجموعين في ديك البكية اللي بجيتوا تصالحوها في الكوزينة تأكدت على انها ما كانت بغى تخسركم و انتو ما اللي ضلمتوها و حقرتوها مع عمرها كانت بغى تخسركم دي ما كانت تكدير جاهدها باش تباعد العيب و كانت تخرج ده القناوات و هذه الخرجات اللي يقولون لكم القناوات تحرشونا رامن هنا تعرفوا اننا بنادم كيفش تحرشونا كيفش بنادم في عمره من الخمسة لفوق و تقول لك حرشاتنا عليكم حرشاتنا عليكم دخلنا عليكم بالله وش بنادم يقول لك حرشاتنا عليكم انا كقنات كنت اخرج ضدكم ذلك الايام و لكن وش حرشاتنا عليكم لا ما حرشاتنا عليكم الخرجات ديالكم اللي كانت مستفزة و بالاخص انتي و جداك و كل شيء خرجاتكم كانوا مستفزين و هذه الخرجات اللي كانت بنيوا عليهم و كانت خرجوا ضدكم اما باش يقول لك بنادم حرشاتنا عليكم من هنا بعده يبين بنادم انه دون شخصية من جهة وحده وتحرشك كيفشت وحده تحرشك و أرادية كنذا باليوتيب و اتضربة الوال Jupe و تحرشتنا عليكم و هدوا حرشاتنا و في الأمس القريب اولا انتم تحرش этим ال Viva و يعني بدأوا تحرش يقولون لو سيفئ اجري متداي لو سيفور لك هاللوام دمنيين انتم تحرشين و لكن هذا عند Denys Issy و تتحرّشنا على ربيباتها و تتحرّشنا هنفج تعرفوا أن ابن دمره يوتيب و أنت يا يوسرا أدرا بشيعاب هذا اليوتيب و عارف القناوات كيف يديرين عارف الشرق للقناوات فين يقدر يوصل ولكن سمحت لديك الشعلة أنه يلعب عليك أنت تعمر الخانة عندك وحد الخانة لما تكون فارغة أخوات من أمك عمرتها بمرتبك أخوات من مرتبك جاء الراجل لحتلتو مرتبك و عمرتها بالراجل في حالة ما لقدر الله نحن لم نتمنى لك الشرق إذا كان الراجل ستقلل بيع لأخر جبك من الحبس أو ثاني ستعود يترجع لك الخانة لكي تعمر بيدك الفارغ فقط أما لا يضرّك خاطرك على شيء واحد و لا تتحنيف شيء واحد الخارجات كانت قاسيين على مرتبك كانوا خطيرين على مرتبك رغم أنك لا لديك تدليل على القنوات و الكلام التي قالوه لا لديك تدليل فقط حيث أنت قلبك طيب على مرتبك خرجتك الضربة فيهوك فلهذا نقول لك راجعي راجعي حياتك لو أنت حامل و يكمل عليك بخير كنت تمنع لأنك تراجعي الأمور و تمشي في الروتينة لا تتحنيف أو لا بحيث لا تتحنيف باقي و أعطيها مريضا لا تمت المتلك لا تتحنيف أو أنت تحنيف على قناة تراجعي لا تتحنيف ويحاولونهم كيف نبغي ويحاولونهم الزينة المحاريم ويحاولونهم الكثير من الحواج رغم انهم يكونوا لا يقصد بهم شيئا ولكن يحاولونهم كيف نبغي ويحاولون هذا الشيء لا يوجد صالحك لا يوجد صالح مرتبك ولا يوجد صالح حياتك الزوجية سير انت وراجلك في الروتيناتك وانت حامل الله يسخر لك وعض المرتبك التقار حياته لا يوجد صالحكم كما قلت كاملين كأسره كأسره سيخدمون بكم وتعطى غير مازال الفرصة للقنوات في ان يخدمون بكم والدالي القاطع هو الكومنتر الذي كانوا عندك فهذه اخوتي رسالة وربي اللي شاهد عليها ان انا كان دوي من قلبي كان دوي من قلبي لانني اتفررش في الفيديوهات اخوتي من كذب شعليكم واحد العلاقة كان زمينة بناتهم علاقة تقدر تكون مصلحة ولكن رغم ذلك لا يوجد مشكلة تكون مصلحة اي انسان يقلب على المصلحة غير خاصة تكون المصلحة ولا يدرش بها الاخر تكون مصلحة وفي نفس الوقت لا تكونش فيها ادية لانسان وحد اخر تكون هكا بين وبين ضرب وقيس كيف يقول ضرب وقيس يا اخوتي كنت تحاسب معها على الدهب وعلى لك الفلوس اللي عندها اللي قاتلك هي عندها وهي دارت الماحل سمحت ليها خلاتها مصرفت معها موالو ووقفت معها تتكاتبات على الماحل ليالها من بعدها غاد هدرت معها على المصروف بش شوفوا وش هذي خيبة حتى شرات يسرى الماحل ليالها وتصالحت معها وفرحات معها في الماحل ليالها عاد هدرت عاد بدول حرب ليال المصروف علام المورا تلاتة لمليون هنا اخوتي بش شوفوا هنا بش شوفوا اخوتيش كون صاحب من موراها شريتي الطنوبيل اللولا قلتي هاري زبالا وشريتي الطنوبيل الثانية وبقيت رغم ذلك مبغيتيش تصرفي مبغيتيش تصرفي مع ذيك السيدة ودابة كنت تحاسبي معها على الدهب اللي عندها على انها عندها وكتكدب عليكم هي مدارة دار مدارة ماحال مدارة مشروع مدارة اشي حاجة عندها واحد البنية اللي ربي اللي يعاني بتكشي اللي جايها مسكين اللي بقي جايها الله اعلم ما اشي يوقع فيها ورغم ذلك كنت تحاسبه معانا واحد جدريال تربتو ليها تطرب البندير يرجبتوها لحد الحرب اللي قاسيها حطيته فم اشان قوليكم فم تمساح ما هو فم الضبع فم الضبع فم الضبع فم مريق مريق وطعي حين هكا جاعر هكا كشديتو روبنا وحطيتو فم الضبع وخليتوها ورجعتو اللور باك بشارة في الحبس صنعت العظامه انت ادرتي حياتك اكتو متعدمها وعدو اردتك رجعت اللور ورعا توجي من المشاكيل يحصل عنوانا بنادام قرار باكا باكا ونضعها كاملين ونشوفها كالتاكولصة وننخرجوش نقولوا كلمات الحق ونوقف معها ونكونوا في جنب هنديروا فيديوهات معها احنا حاضرين معاكم ساندينك كيف مما جيت انتي وسانتينة واحد الوقت اللي كان علينا الحرب والقيتال وبسببنا عغرقتي شكايات ماشي نقولوا احنا نرى دارها لفمها ونخرجوها كطوال دارها لفمها هاتشي اللي نخسر عليها دارها لفمها احنا دارها لفمنا اللي كنا ندافع عليك بلا ريال بلا جوج من البداية زين المحارم كنا ندافع عليك بقى قناة امرا متفاعلات قناة لا ولمشاته الثاني والتيك توك اللي ما فيه لا فلوس لواله والدفاع الشاري السامة كان ضلت قالت في الكومنتر وكاك هباء ولكن كيف مما مشتاعدو عليك انا هضرت ولا بزاف القناوات انا كنعطيك غير ميتالبية بزاف الناس ابر القناوات بزاف الناس اللي وقفين مع لوبنا دابا مني شفنا عليك واحد الهجوم واحد الحجرة ما مرضيناش بها كذلك وميتال لوبنا مني شفنا عليها الحجرة مغمرنا مغرضاو بها وغنسكته لان ساكت عني الحق شيطان اخرص باش نشوف واحد غير وليه غير وليه غير وليه غير وليه تحن وابح الماكة وكل شيء عليها رجال وعيالات بسنساب المستحيلات على اننا نزيد ونكمل وتحنه خاصة تكون كتعصى الله خاصة تكون ما حرفش انا يا كدير السحر والشعواذة تقادي به الناس ؟ ؟ ؟ لماذا بلاها عليكم الصورة المغرب واقفة على لوبنا يشوفها بالعكس المغرب معروف عنده رجال ونساء وليه دفعوا عليه حول العالم وحول الوطن العربي والعالم الخارجي والداخلي عنده نساء ورجال ليه يطلعوه الفوق 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 أما هذه المواقع التواصل معروفين أنهم يجمعون على قولة الله أكبر من هب ودب فيه الصالح وفيه الطالح يعني أي جميع دول العربية والأوروبية خارج في اليوتيوب ديالها الخيب والمزيان ما جاتش على المغرب باش تجيلوا من اللي غاتشووا صورة المغرب هي اللي توحدت في العنصر التفاهة لليوتيوب كامل حاصروفها هي وهذا مشي من اللعب والعار هذا اسميته الحقرة والظلم والطغيان والطغيان هذا اسميته ولكن أجبني لما بثاف الدرس الدرس بالمجان للصحافة للأصحاب الذين يدافعوا للتفاهة على قولة الله أكبر مباركة علي أخوتي ونخليكم نطول الفيديو الداني الكلام ونجبت لكم الجاوب دير الشعر دير البارح من تكون؟ هي جاوباتكم على قولة الله أكبر إلا أعجبكم الفيديو ونبساولا شمال الجيم واللي ما مشتاركش يشترك وطلوا لي أفرازكم ودوزوا بخير ترجمة نانسي قنقر